الهجوم الإيراني على إسرائيل علوان رئيسي لكل الصحف العبرية التي عكست حالة حكومة الحرب الإسرائيلية وكذا الشارع الصحف العبرية أشارت إلى أن نتنياهو لن يكون قادرا على تنفيذ أي رد فعل عسكري ضد إيران دون التنصيق مع الولايات المتحدة بعد الهجوم الإيراني للداخل الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي محادثات مغلقة أعرب عن قلقه بشأن احتمال أن يحاول نتنياهو جرى الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في حال ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني دون التفكير في العواقب قلق فيما يبدو في محله خاصة بعد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير أنه يجب توجيه ضربة صاحقة وفورية لإيران صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت في إطار رصدها للهجوم الإيراني إن الدفاعات الإسرائيلية بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تصدت لتسعة وتسعين في المائة من الهجوم الإيراني الذي ركز على المطارات العسكرية وبالتحديد قاعدة فاتيم ورامون وحتساريم وأشارت الصحف العبرية أيضا إلى أن هناك حالة من الغضب السياسي الداخلي بين أعضاء حكومة نتنياهو وذلك بسبب تفويد المجلس الأمني لمجلس الحرب باتخاذ القرار ضد إيران وترجع حالة الغضب هذه بسبب أن مجلس الحرب لن يكون قادرا على اتخاذ أي قرار دون التنصيق مع الولايات المتحدة التي دعت إسرائيل إلى ضرورة التزامها بالتنصيق الأمني المسبق مع واشنطن قبل شن أي رد فعل ضد إيران سلوك غير مسبوق على الرغم من طول أمد الصراع بين إسرائيل وإيران وتصعيد مباشر غير معلوم كيف سيكون الرد الإسرائيلي عليه؟